يظن الخدمة الرقمية والاتصالات يدعمان كقطعين أرباح مجموعة إي أند الإماراتية في الربع الثاني وكذلك أيضا في النصف الأول بعدما شهدت المجموعة بعضا من الضغوط على عملياتها سواء في المغرب أو في مصر ننظر بمزيد من التفاصيل على الأرقام والبيانات الأرباح في الربع الثاني تجاوزت الثلاثة مليارات درهم بمكاسب بخمسة وعشرين في المئة كذلك أيضا على مستوى الإرادات الإرادات أيضا تحسنت خلال الربع الثاني من هذا العام بحوالي الأربعة في المئة لتسجل أربعة عشر مليار ومئة مليون درهم بالنظر إلى ما شهدناه من هذه الإرادات وتوزيعها كان نصيب الأكبر لمجموعة إي أند الإمارات خلال الربع الثاني بمكاسب بأربعة فاصل ستة في المئة ووصول لمستويات الثمانية مليارات ومئتي مليون درهم إي أند انترناشنال التي تضم في حوزتها إي أند في مصر وكذلك أيضا المغرب أفغانستان وباكستان شهدنا نموا من أفغانستان وباكستان هو ما دعم الأرباح أو الإرادات خلال الفترة الماضية ولكن في مصر والمغرب كان هناك بعض التأثر ذكرت الشركة في تقريرها أن الظروف المنافسة غير المواتية الموجودة في المغرب أثرت على إرادات الشركة خلال الربع الثاني تأثير بحوالي ثمانية عشر النقطة المئوية من الترجعات وفي مصر بطبيعة الحال التضخم واختلاف سعر الصرف خلال الفترة الماضية هذا الأمر أدى بطبيعة الحال إلى الترجعات التي شهدناها على مستوى أرقام الإرادات وباستبعاد هذه العوامل نجد أن الإرادات نمت بأكثر مما نمت عليه خلال الفترة الحالية لو نظرنا أيضا إلى أعداد المشتركين أعداد المشتركين سجلت زيادة بستة في المئة ربما هذه الزيادة لم تشهدها إياند منذ فترة طويلة على مستوى النسبة المئوية ستة في المئة إلى مئة وخمسة وسبعين مليون مشترك بالنسبة لإياند بنهاية النصف الأول من هذا العام كذلك أيضا شهدنا تراجعا في المديونية المتعلقة بيئة الشركة نظرا لسدادها لقروض مصرفية تراجعت بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون درهم لتسجل سبعة وأربعين مليار وسبعمائة مليون درهم في نهاية الربع الثاني من هذا العام وأخيرا الشركة قامت بتوزيع أرباح النقدية أو اعتمدت توزيع أرباح النقدية على المساهمين بواحد وأربعين ونصف فلس لكل سهم وهذا ارتفاعا من الأربعين فلس لكل سهم التي كانت قد وزعتها بنهاية العام الماضي ها هي توزع عن النصف الأول واحد وأربعين ونصف فلس وفقا لزيادة التوزيعات المرحلية التي قالت عنها وأعلنت عنها الشركة خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن توزعها أو أن تستحق في الثاني عشر من أغسطس المقبل إذن في الوقت الحالي مجموعة إي أند خلال عام الفين واربعة وعشرين وتحديدا على مستوى الربع الثاني أدت أداء إيجابيا مدعومة بقطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ترجمة نانسي قنقر